موسيقى استكملا بقى للحلقة النهاردة واستكملا لنماذج القوة والسيدات او الست القوية اللي عندها حاجة عايزة تعملها ومصرر انها تعملها رغم اي حاجة ورغم حتى لو اتخرجنا من كليات ملاش علاقة بمجال احنا منحبه وقررنا احنا نشتغل فيه معانا النهاردة دكتور نانسي ناشأت شاف حلويات زيك نانسي نورونا الحمد لله نانسي هعرف طبعا من الحاجات اللي معانا النهاردة بس بما اننا بنتكلم على النهاردة انه نماذج قوية وسيدات قوية جدا في المجتمع وقرروا انهم يكملوا في قوتهم وقرروا يكملوا طريقهم وارادتهم وطموحهم اللي خلاكت غير كرير وتشتغلي في الحلويات رغم ان انت صيدة لانية اصلا انا اصلا خارجة صيدلت الكوهيرا ده في 2008 اشتغلت في صيدلة طبعا شوية والغير دلوقتي انا بحبها يعني مش بقول حاجة بس تقريبا من خمس سنين كده لقيت عندي التالنت انا اصلا بحب طول الوقت الالوان والحاجاته وبحب حكت الاطفال قوي قوي يعني بس فلقيت عندي التالنت فبتديت اشتغلت شوية في الكيكس والكبكيكس يعني كل الحلويات والحاجات دي وبعدين ابتديت اخدت كورسز علشان كمان الموضوع يبقى يعني بروفاشنال اكتر بس ومكملة يعني في الموضوع مبسوطة وانت بتعملي ده جدا حلوة انت كنت معانا على مدار حالتين ده بل كده في مانية جدا وتكلمنا في الكبكيك وتكلمنا في الكيكبابس وتكلمنا في شوية حاجات نهار ده معانا الموضوع مختلف والالوان مختلفة والفكرة نفسها مختلفة نهار ده هتكلمين عن افكار جديدة للسبوع او للمعمودية حاجات تخص البنات وحاجات تخص الولاد ولانا كده اجدت بقى الحاجات في الحالوات الجديدة في المناسبات اللي زي دي بسي انا حبيت النهار ده نتكلم على حاجة جديدة تمام افكار بسيطة قوي ممكن نعملها في البيت لو حد حابب بماتيريالز برضو بسيطة فاحنا عاملين النهار ده الكوكيز انا هتكلم عن كل حاجة يعني بس مبدأين احنا عاملين الكوكيز وعملين الوافرز اللي هي بالتشوكليت ومزوئينها طبعا احنا عاملين حاجات لبني وحاجات بينك للولاد والبنات وكده دلوقتي بقى في حاجات جديدة يعني الحاجات دي الاطفال بيحبوها قوي وبتبقى شكلها لو انا عاملة مثلا ايفانت او عاملة كاندي بور او كده بيبقى شكلها لطيف قوي على التربيزة وفي نفس الوقت تنفذها بسيط قوي في المارشمالو ستاكس مثلا ده احنا بنشتري اي نوع مارشمالو احنا بنحبه تمام وبنزوئه في حاجات كتير قوي بنزوئه مثلا بالسبرينكلز بنزوئه بالحاجة زي كده ده سكر احنا ملونينه السكر العادي خالص اللي احنا بنستخدمه في البيت بنحط عليه الوان جل طبعا اللي هي الوان الطعام يعني بس نوع جل تمام وبنلونه بالالوان اللي احنا عايزينها لا استاني فاهميني بقى نقطة نقطة الاول المارشمالو ده اي نوع احنا بنحبه تمام من السوبر ماركت او اللي هما بيتكيلوا مثلا او ايا كان صحي كده السكر نفسه يتلون السكر العادي السكر العادي خالص ايوه اللي احنا نستخدمه في البيت بنحطه في اي كيس صغير او جار او اي حاجة وبنحط عليه نقطتين من الالوان اللي هي بتاعت الطعام اوكي ونهزوهم مثلا او نرجوه تمام بس بس وبنلونه بقى بالالوان اللي احنا عايزينها وحيضبت ازاي على المارشمالو احنا بنحط شاكلت تمام بنسيحها وبنحطها لانا مثلا بنحط المارشمالو كله في الشاكلت او بنحط بس خطوط كده وبنحط عليها السكر اه تمام يعني انت طب امسكلنا اجصيا كده في ايدي كيان flawed يعني انت دلوقتي عامل المارشمالو ده حطاه جوه y det chocolate او شوكولاتة بيدا شوكولاتة بيدا ونشرتي علىها السكر ومتلونه انا برضو يعني يعني انا عايزة اقول لكم برضو بنسيح إزاي لتشاكلة عشان برضو دي في ناس كتير بتبوز منها البيضة بالزيت هي كل الفكرة أني لتشاكلة البيضة مش بتستحمل درجات الحرارة العالية فإحنا عندنا طريقتين لإما بنسيحها على حمام مية أو في المايكرويف لو بنسيحها في المايكرويف بنبقى طبعا بشرينها في الأول وكل عشر ثواني بنطلعها نقلبها وبندخلها تاني لو لسه محتاجة ومش بنسيحها الآخر يعني بنسيف فيها مثلا شوية تشاكلة الهمة بالسخونة بتاعة الشوكولاتة هيسيحها بس عشان هي لو سخنة بتتحرق بتتحرق أو بتبتدي تخرز بقى تبتدي تعمل يعني خلاص مش هينفع نستعملها بتبوز من درجة الحرارة العالية ومش بتبقى زي الشاكلة التانية ممكن نحط لها أي مادة دهنية أو مثلا كريمة أو أي حاجة لا كريمة لأ ممكن نقطتين زيت ونقلبها جامد قوي فالحرارة بتبتدي تطلع منها شوية شوية يعني ممكن ترجع بس يعني يستحسن أن أنا معليش الحرارة عليها أو لوها سياحة على حمام مية يبقى ما تبقاش المية لمسة الشوكولاتة آه تمام تمام فيه كمان حاجة اللي هي البسكوت برضو البسكوت بالشوكولاتة ده يعني الولاد بيحبوا قوي وبيبقى برضو شكله لطيف ده بنجيب أي نوع بسكوت إحنا بنحبه تمام وبرضو بنحطه في الشاكلة الصيحة وبنبتدي نزوقه بأي طريقة إحنا عايزينها أنت ثبت إزاي الاستاكس وهو أصلا بسكوت جاهز يعني هو بسكوت اللي بيتباعه دول مثلا الزبط آه لو بالشوكولاتة أو بالفانيليا أو أيا كان الحاجة بنثبت فيها إزاي الاستاك لو إحنا عايزين نعمالها باستاكس أنا بحط الاستاك برضو بنختار أي حاجة سواء دول اللي احنا بنعمل بيهم مثلا ممكن يعني بنستعملهم في البيت أو في دي بيبقى شكلها برضو لطيف قوي بنجيب الاستاك وبنحطها في الشوكولاتة الصيحة وبنحطها في البسكوت وبس بنخليها في الفريزر شوية بس تجمد وبعدين ببتدي أحطها بقى في الشاكلة فكتبقى الاستاك سابتة في برضو فكرة البسكوت أي نوع ويفرز احنا بنحبه برضو ممكن نحطه في الشوكولاتة دي ويفرز عادي من اللي احنا بنحبه أو بنكله وممكن نزوقه بأي حاجة مثلا هنا بعجينة سكر ملونة بسبرينكلز ببرضو السكر اللي احنا يعني ملونينه انتي هنا عاملة الوايفر بعجينة سكر ولا ده برضو ويت شاكلة اللي هي الوردة دي عجينة سكر تمام وملوناها بالدست الدهبي أو الستارز دي يعني هيبقى على حسب بقى الثيم اللي احنا عاملينه والشاكل اللي عايزينه وكده بس احنا اي حاجة بنحب بنلزقها على الشوكولاتة طبعا بنلزقها وهي لسه الشوكولاتة صيحة طب ننسي الحاجات دي أسعارها في متناول الإيد يعني ولا الموضوع برضو متفاوت في حاجات كده في حاجات كده يبقى على حسب اللي انا بختاره يعني على حسب نوع طبعا للشاكلوت كل ما انا اختارت نوع كويس بتدي طبعا نتيجة كويسة وفي الطعم بيبقى أحلى المارشميلو أو البسكوت أو البسكوت الوايفر على حسب النوع اللي انا بختاره يعني طيب الكوكيز بقى عشان دي بتبوز مننا خالص يا بتطلع ناشفت حيث ان تغبطيها في الحيطة بترجعلك يا اما بتطلع طرية ومش بستوية تمام بصي الكوكيز يعني انا هقول المقادير السابتة بتاعتها وبعدين هقولك الحاجات اللي احنا لو زودناها ممكن بقى للناس اللي بتحب البسكوت لأ ناشف بتحبوا طاري من جوا كده يعني احنا المقادير الاساسية بتاعت الكوكيز المقادير معنا على الشاشة هي تمام المقادير الاساسية السكر والزبدة والدقيق والبيد طبعا تمام يعني لو انا هتكلم مثلا على 200 جرام دقيق سكر ودقيق وزبدة وبيد اه دول الاساسيين اوكي والفانيليا علشان البيد تمام يعني انا لو هتكلم مثلا على 200 جرام دقيق طبعا اللي عايزي يزود بقى هن يعني هنزود الكيميات 20 جرام ده اللي هو دقيق عشان الناس ما بتفهمش معند هاش موازين اللي هو تقريبا كوباية دقيق كوباية اوه كوباية اللي هي الإزاز المؤيد كوباية العادية كوباية الدقيق اللي هي 200 جرام دقيق مثلا هيبقى عليهم 200 جرام سكر و100 جرام زبدة وبيدة وفانيليا طيب لو هناخد نفس المعيار هحط كوباية دقيق كوباية سكر نفس المعيار مش كده نص المعيار ده زبدة والبيدة والفانيليا بدا واحدة الكلام ده يعمل كم واحدة كوكيز بوسي الكوكيز بتبقى على حسب أنا مثلا مقطعها تخينة أو رفاياها على حسب الشكل كبير أو صغير فما ببقاش قادرة يعني يوم حكت السبوع بتبقى جميلة وألوانها لطيفة ما ببقاش قادرة أحدد بالزبط الكمية غير على حسب الشكل اللي أنا عايزين بس إحنا لو عايزين مثلا نعملها بالشكلة دي ساني بسكيها لنا عشان شكلها حلو دي بتاعت السبوع دي شكل الببرونا بالزبط وده شكل لبس البابي في الأشكال بقى احنا بنستخدم الأطعاط ويعني بنختار الأشكال والألوان اللي احنا عايزينها الحاجات دي كلها ليها قطعات يا نانسي مش كده ولو مفيش قطعات أو مفيش الشكل اللي أنا عايزينه بالزبط أو كده أنا بشف الشكل اللي أنا عايزينه من على الموبايل مثلا على ورقة زبدة تمام وتقطعي زيها وبفرد العجينة وبمشي بقى بورقة الزبدة وبسكينة صغيرة يمسكي يوم تاني نانسي بعد إذنك كده دواري للناس للأشكال شكله بحلو قوي البابي روانا دي فضيعة وفي حاجات بقى لها اللعب خليك يوصل يعني بوريوم للكاميرا كده أيوة لعب البابي دي اللي اسمها شخشيخة أيوة شخليلة حاجات دي يعني كده دي التتينة مثلا التتينة حلوين قوي بس ففكرة طبعا كل راحت بيختار اللبني والبينك على حسب إن كان البيبي بوي يعني ولد ولا بنت ولد أو بنت حلوين قوي قوي بس وبكتدي أقطع بالفوندنت بقى اللي هي عجينة السكر تمام عجينة السكر بقت كلها جهزة نانسي يعني ما بقاش في حد بيبدأ يعمل العجينة في البيت من الأول لا هي عجينة السكر سعرها مش غيلي يعني أنا ممكن أشتريها جهزة ده بيبقى أحسن كثير بتعود كثير بس المهم أني أنا أقفلها كويس عشان هي بتنشف بس الألوان ممكن أنا ألون عجينة السكر أيها لنا بقى مضال ألوان تلونية بالضبط احنا بالنسبة للألوان اللي هي ألوان الطعام احنا عندنا نوعين النوع الجل والنوع الزيت الجل بيتلون بالسكر زي ما احنا قلنا مثلا زي الحاجات اللي أنا هعمل بيها البسكوت وكده أو بيتلون بعجينة السكر تمام الحاجتين دول بيتلونوا بألوان جل الشوكولاتة لو أنا عايزة ألونها مثلا كده زي اللي هي البينك مثلا دي اللي أنا هعمل بيها الخطوط أو كده الشوكولاتة بتتلون لازم بألوان زيت لازم الشوكولاتة ألوان زيت بالضبط لو حتط لها ألوان جل بتخرز وبتبوز ولا بودر ولا بودر الشوكولاتة بالزيت لازم يعني هي الشوكولاتة بس تبقى يعني حساسة في كل حاجة تعملها مختلف في الزبط في التلوين في درجات الحرارة في كده يعني ما بتستحملش قوي فالألوان الزيت هي الوحيدة اللي بتبقى مناسبة لتلوين الشوكولاتة طيب احنا قلنا المعدير بتاعة الكوكيز 200 جرام دي 200 جرام سكر بداية و100 جرام زبدة بالزبط دول هنحطهم على بعض اه وبعدين بنحط كله على بعض وبنبتدي نعجنها طبعا الحاجات دي بيبقى مثلا على حسب نوع الدقيق على حسب يعني لغاية ما بتبقى متمسكة تمام متمسكة زي ايه بقى يا نانسي يعني بطمع مش بزال كيك يعني احنا ولا تبقى مزال بيتزة مثلا يعني مش هتبقى للجمد قوي ولا الطريق قوي صح بالزبط يعني هي اني انا اقدر افردها من غير ما تكون مشققة زي اكي اننا بنفرد عجنة البسبوسة مثلا بالزبط أوكي تمام بس لو انا عايزة اعملها مثلا بالشوكولات انا بزود مثلا مع علاقتين كبار كاكاو كاكاو خاليو 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 مع المقونات بالضبط مع المقونات وليها للكاميرا دي بسكوتة لو قصرتها هو بسكوت نيشف تمام أنا ممكن لو أنا عايزة أخليها لا تبقى من جوة طريقة ومن برم أرماشة برضو بزود لبن بودرة مع لقتين كبار لبن بودرة وبيكن باودر في الكوكز التي تتعامل بلد شاكلت مثلا ممكن أحط عسل أسود بيبقى للأطفال طبعا بيبقى مفيد جدا وبيبقى يعني تعمه حلو قوي قدية عسل على المقونات أو على المقادير اللي احنا قلناها دلوقتي يعني لو الكوباية الدقيق مثلا هحط عليها معلقة كبيرة من العسل كوباية الدقيق بالضبط ممكن في ناس مثلا بتحب الشوكولات شيبس اللي هي الشوكولاتة القطع بس دي أنا مقدرش أحطها لو أنا بعمل أشكال زي كده ليه؟ لأني أنا لما بعمل أشكال زي دي لو أنا شلتها مثلا ببقى محتاجة أن البسكوتة تبقى تبقى فلات علشان أقدر أشتغل عليها يعني لو الشوكولات شيبس بنقطة وطلعة من بره مش هتبقى فلات؟ بالضبط مش عارف أحط عليها عجلة السكر بس فدي يعني هو الكوكز اللعب فيه سهل ويعني الأشكال والألوان وكده فبيبقى لطيف قوي في شغله دخلوا بقى في الفرن أنت لو بنفردها على حاجة على صنية وبعدين بتدخليها الفرن بتغطيها الأول طبعا بفرد العجينة بين ورقتين زبدة أو كيس نايلون عشان طبعا ما تلزقش في النشابة تمام بفردها بين ورقتين زبدة تمام بس بفردها بالنشابة وبعدين ببتدي أقطع الأشكال اللي أنا عايزيها زي ما احنا قلنا سواء بالكاترز الجهزة أو سواء بحاجات أشكال أنا أعملها مثلا على ورقة الزبدة بس بحطها على الفراك يعني بتاع الفرن بحطها على درجة حرارة 180 أو 200 ما هي ما بتاخدش أي حاجة يعني هي طبعا التسوية برضو بتبقى على حسب الشكل على حسب أنا عاملها مثلا أصلا تخينة مثلا أو رفياع أو كده اللي هو الثيكنس نفسه بتاع الباسكوتا بس ما بتاخدش مثلا سبعة أو ثمان دقايق فلازم أكون يعني خليها بالي علشان ما تتحرقش أولع تحت ولا ولع تحت وفوق ولا عمل إيه تحت وفوق لو ده في إمكانية في تحت وفوق في الفرن ده هولع تحت وفوق بزبط لمدة ثمان دقايق لو تحت بس يبقى يعني يعني خلاص يعني أعرف من فين أنه استوى لو هو تحت بس من اللون يعني هو لون الباسكوتا طبعا هي ما بيبقاش لونها كده في الأول بتبقى فتحة خالص وبعدين لما تبتدي بس تحت مور كده من الجناب بيبقى خلاص بس طبعا لازم أسيبها تبرد تماما لو هشتغل عليها حاجة زي عجلة السكر زي كده لأن دي هتسيح لو الكوكيز سخنة طب قولي لو الناس اللي ما بتعرفش تتعامل بها عجلة السكر وأنا مثلا كأم وعندي إيفنت في البيت وعايز أعمل لأولاد دي حاجة كده يعني حتى لو فرفان حتى لو جايب أسحابهم يقعدوا معهم في البيت شوية وعايز أعمل لهم حاجات كده بس أنا لعندي وقت ولا بعرف أفرد مثلا عجلة السكر إيه البداية اللي تحط على الكوكيز يدي برضو كولرز غير الشوكولاتة وغير الحاجات العادية تعمل للافكت ده أو تعمل لتأثير ده الكوكيز يعني فيها حاجات كتير قوي أنا ممكن يعني أشتغل عليها يعني ممكن لو حطت لها بس شوكولات شيبس هتبقى شكلها حلو قوي لو حطت لها مثلا الشوكولاتة اللي هي الملونة دي لو حطتها يعني بعد ما بعجن وبشكل الأشكال اللي أنا عايزيها بحطهم وبتدخل الفرن فبتطلع هي عليها اللي هي الشوكولاتة الملونة مثلا لو عملت الرشيط عليها كده شكلة صيحة زي ما احنا عاملين الحاجات دي بعد ما الكوكيز تبرط خالص رشيط عليها لشكلة الصيحة وحطت عليها برضو سبرينكلز أو سكر أو كده هتبقى برضو شكلها لطيف أنا الحاجات دي بحطها بعد ما بتخرج من الفرن مش كده تمام وبس وتبقى الدنيا شكلها حلو هتبقى سهلة وبسيط بالزبط هتبقى شكلها لطيف قوي وسهل قوي إن احنا نعملها في البيت ومن غير عجينة سكر ولا أي حاجة يا نانسي نورتيني النهاردة واتبسطت جدا باللقاء الحلو ده وأوعدك هجربها روحتك تحاجة كلمك في تبيتون أكيد طبعا أي وقت ونقورتيني وحن شاء الله يبقى لنا لقاء تامي مرة واثنينة وثلاثة وعشر في مانية كده مش سيئة سيئة مش سيئة بشكركم كمان لحسن المتابعة ولو عندكم أي سؤال أو استفسار أو اقتراح بعطونا على صفحة البرنامج على الفيسبوك أو صفحة القناة سي تي في إيجبت على الفيسبوك كل الحلقات بتنزل على صفحتنا وعلى كمان التشانيل الخاصة بينا على اليوتيوب يوم الأربع اللي جاي قبل المعدة بساعة حلقة جديدة ومانية كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة